وقد أجرأ التلفزيون المصري لقاءً مع عدد من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث أكد النواب أن مشروع القانون يساعد في جلب الاستثمارات بشكل أكبر تقدمت بالعديد من التعديلات منها شرط المبدأ المعاملة بالمثل ما بين الدول الأطراف الموقع على الاتفاقية فبالتالي كي تكون الدول هذا المبدأ معمول في هذا الأمر من ناحية ومن ناحية أخرى بالتنصيق مع مؤسسات الدولة والآخر هو الإشراف القضائي وفقاً للمادة 141 من قانون المنكي المركزي والجهاز المصرفي في حقيقة الأمر هذا الاتجاه بيعكس أمر مهم جداً وهو التوازن ما بين الالتزامات الدولية في مسألة الشفافية وغيرها بما يعب النفع على الدولة المصرية بالإضافة إلى جلب الاستثمارات بشكل أكبر وطمأنة الاستثمار الأجنبي لكي يصل إلى الدولة الوطنية المصرية هذا التعديل لا يمس من قريب أو بعيد سرية الحسابات البنكية للمواطنين المصريين وغير متعلق بالمعاملات التجارية أو المعلومات الضريبية المحلية وإنما هو يتعلق بتبادل بعض المعلومات مع الدول الأخرى في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي العبر للحدود يعني المعاملات العبرة للحدود والمعاملات الدولية ولاست المعاملات المحلية وبالتالي لا تأثير لها على سرية الحسابات من قريب أو بعيد